السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب الجميع يكون بخير شباب الصف الاول الاعدادي معانا النهاردة امتحان على يونت وان تعالوا نشوفوا سوا بيبدأ الامتحان بالسؤال الديالوج المحادسة بيقول لي complete the following dialogue يعني اكمل المحادسة التالية بيقول لي سلمة is asking nada about her father يعني سلمة بتسأل ندا عن والدها نقرأ الاول المحادسة نشوف بتتكلم عن ايه وبعد كده نبدأ نحلها سوا بيقول لي سلمة بتقول what's your father's job يعني ماذا تكون وظيفة والدك ندا قالت لها he is a هو يكون ايه وبعد كده قالت he flies abroad twice a week fly يعني يطير طب يعني ايه يطير وفي حد عنده اجنحه وبيتير لا هي تقصد ان هو بيطير الطيارة يعني بيسوق الطيارة طيب مين اللي بيسوق الطيارة برافو عليكم الطيار اللي هو pilot يبقى he flies abroad abroad يعني بالخارج هو بيطير بالخارج twice a week يعني مرتين في الأسبوع بالخارج يعني برا البلد يعني سلمة سألتها سؤال قتلها النقط he like his job يعني هو بيحب وظفته ندا قلت لها yes he not it very much خد بالك لما لاقي السؤال بيس او no يبقى اعرف ان السؤال اجابته بيس او no يبقى السؤال كان بهل تمام طيب تعالوا نكمل سلمة قلت لها where does he work اين هو يعمل ندا قتلها he works at cairo نقط هو بيعمل في ايه القاهرة تمام الطيار بيشتغل في ايه سلمة قلت لها بعد كده how do you not your time كيف انت نقط your time وقتكم انت وباباكي يعني قامت جاية ندا قلت لها we sometimes احنا احيانا play chess together يعني احنا احيانا بنلعب الشطرنج مع بعض سلمة قلت لها wonderful ندا قلت لها thanks طيب نرجع كده للاول لما سلمة قلت لها ايه هي وظيفة والدك يبقى ندا حتقول لها هو يكون طيار يبقى he is a pilot pilot اللي هو الطيار بعد كده سلمة قلت لها سؤال وقلنا السؤال هيبقى بهل سؤال بهل يبقى do او does مع he وshe وit بنستخدم does هنا عندي he يبقى هستخدم does يبقى does he like his job هل هو بيحب ووظفته ندقت لها yes he نقط it very much يبقى عايزة تقول لها نعم هو بيحبها very much يعني كثيرا جدا يبقى yes he likes it very much بعد كده ندا قالت لها he works at cairo الطيار بيشتغل في ايه في المطار مطار يعني airport يبقى at cairo airport يبقى مطار القاهرة سلمة قلت لها how do you you a your time يعني عايزة تقول لها كيف انتو بتقض وقتكم سواء انتو باباكي يبقى يعني ايه قضي قضي يعني spend يبقى how do you spend your time كيف انتو بتقض وقتكم طيب كده خلصنا اخد بالك ممكن اقول spend your time او اقول enjoy your time يعني تستمتعوا بوقتكم ندخل بعد كده على السؤال اللي هو بتاع القطعة نقرأ القطعة سواء وبعدك نحلل اسئلة القطعة بتقول there are يعني يوجد many young athletes athletes اللي هما لعبي ألعاب القوة يبقى يوجد الكثير من لعبي ألعاب القوة الصغار young هنا يقصد بها الشباب يعني in Egypt في مصر who broke records records اللي هي الأرقام القياسية يبقى الناس دول قصروا الأرقام القياسية in swimming في السباحة فريدة عثمان is known as يعني تكون معروفة ك Egypt's golden fish يبقى السمكة الذهبية لمصر هي يعني معروفة بكده اسم الشهرة بتاعها holds the record يعني محتفظة بالرقم القياسي and the title واللقب of the 50 meter butterfly يبقى الفراشة اللي هي الخمسين متر يعني الخمسين متر اللي هي سبقت وصلت لخمسين متر تجي سباحة يعني مشت خمسين متر في السباحة she has already competed يعني هي بالفعل نافست in two olympics في ألعاب أولمبية مرتين نور الشربيني is the youngest woman يعني نور الشربيني تكون أصغر أمرأة to win تفوز the women's world championship ببطولة العالم للنساء in squash فيه رياضة على الدين أبو القاسم ده شخص تاني was the first olympic fencing middle winner نمشي واحدة واحدة fencing اللي هي رياضة المبارزة اللي هو بيبالز بالسيف middle winner يعني الفائز بميداليا ميداليا في رياضة المبارزة الأولمبية from an african country من بلد أفريقية يبقى هو كان الأول في رياضة المبارزة يفوز بميداليا في بلد أفريقية he also هو أيضا competed نافست at the 2016 ساعة 2016 ريو أولمبيكس في أولمبيات ريو اللي هي ريو دي جانيرو في أولمبيات 2016 اللي تلعبت في ريو دي جانيرو سارة أحمد became أصبحت the first woman أول امرأة from an Arab country من دولة عربية to win to fuse an Olympic medal بميداليا أولمبية in weightlifting weightlifting اللي هو رفع الأثقال in the 2016 ريو summer Olympics فبرضو أولمبيات ريو الصيفية حبيبة مرزوق is a top gymnast gymnast يعني لعبة ألعاب قوة تمام شخصية رياضية يعني و top يعني كبيرة يعني كبيرة هنا مش في السن كبيرة يعني عملاقة يعني يعني شطرة جدا من اللي هما top players اللعبين top اللعبين القمة in africa في africa all those athletes كل لعب ألعاب القوة دول have لديهم a very busy life لديهم حياة مشغولة جدا they train هما بيضربوا very hard يعني بجد and study as well وبرضو بيذكروا بيدرسوا they work hard هما بيدرسوا بجد أو بيعملوا بجد to balance balance يعني يوازن لكي يوازنوا بين their studies دراستهم or works أو شغلهم أو أعمالهم their sport رياضتهم and their friends وأصدقائهم and family وعائلتهم هما بيحاولوا يوازنوا بين دراستهم أو شغلهم ورياضتهم وأصحابهم وعائلتهم تعالوا نشوف أول سؤال بيقولي what is the best title for the passage إيهي أو إيه هو أفضل عنوان لهذه الفقرة لو تلاحظ هنا إن الفقرة من بدايتها بتتكلم عن لعبي ألعاب القوة الشباب في مصري أممكن أقول يعني حط العنوان أقول young athletes in Egypt يعني لعبي ألعاب القوة الشباب في مصر السؤال الثاني why do you think athletes have a busy life يعني لماذا أنت تعتقد أن لعبي ألعاب القوة لديهم حياة مشغولة هنجبها من القطعة زي ما هو قال اللي they train very hard هما بيتمرنوا بجد and study as well وبيدرسوا كمان طيب السؤال الثالث how many athletes كم عدد لعبي ألعاب القوة are mentioned يعني تم ذكرهم in this passage في هذه الفقرة تعالوا نشوف عندنا كم واحد لو تلاحظ هنا هو ذكر خمسة هم مين تعالوا نشوف مع بعض عندي أول واحدة فريدة عثمان بعد كده عندي نور الشربيني وبعد كده عندي علاء الدين أبو القاصم وعندنا سارة أحمد وآخر وحدة اللي هي حبيبة مرزوق تمام طيب ندخل بعد كده على السؤال الاختيارات the underlined word underlined word يعني كلمة اللي تحتها خط اللي هي كلمة gymnast اللي هي شخص رياضي مين زي تعني a person هو يعني الشخص الذي الذي بيعمل ايه does gymnastics اللي هو رقم G اللي هو بيمارس gymnastics اللي هي ألعاب القوة السؤال الخامس the underlined pronoun الضمير اللي تحته خط اللي هو she refers to refers to يعني تشير إلى شي هنا يقصد بها مين شي هنا تشير إلى فريدة عثمان تمام لأ في بداية القطعة قال فريدة عثمان is known as Egypt's golden fish holds the record and the title of the 50 meter butterfly she has already competed into olympics يبقى هنا هو شي تشير إلى فريدة عثمان طيب بعد كده عند السؤال السادس نور نور الشربيني is a player نور الشربيني بتلعب a اللي في القطعة نور الشربيني هي squash player تمام يبقى نور الشربيني is a squash player ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده choose the correct answer اختار الإجابة صحيحة from a b c or d أول سؤال بيقول لي that pen isn't my pen هذا الألم ليكون ألمي it's a طيب هو مش ألمي يبقى ألم مين طيب تعالوا نشوف هنا هو محتاج ضمير ملكية ضمائر ملكية اللي هما mine وهي وهير ويور و ours و theirs طيب ليه قلنا محتاج ضمير ملكية لإني مفيش بعد اسم لو كان صفة ملكية زي my و your و his و her و كده ده بيجي بعد اسم لكن أنا عندي دي آخر حاجة مذكورة يعني محتاج ضمير ملكية لإني مفيش اسم بعد طيب مين ضمائر الملكية ضمائر الملكية اللي عندي هنا موجود mine و yours طيب mine ولا yours خد بالك mine دي حاجة بتاعتي هو بيقول that pen isn't my pen يعني لألم ده مش ألم يبقى مش هاختار mine يبقى اخطار yours يعني هو يكون بتاعك ملكك انت السؤال التاني he heard هو أسرع to the to catch his plane عشان يلحق الطير بتاعته طيب تلحق الطير في airport اللي هو المطار طيب السؤال الثالث هدير is 11 يبقى هدير is aged 11 تمام اللي بيجي الكلمة اللي بيجي بعدها العمر هي كلمة aged يبقى هدير is aged 11 السؤال الرابع doing this kind of sport يعني ممارسة هذا النوع من الرياضة نقط me happy طيب عايز أقول ايه تجعلني سعيد فين الكلمة اللي تعني تجعل هي كلمة make make معناها يصنع أو معناها يجعل يبقى make semi هبقى تجعلني سعيد السؤال الخامس هالة has a very a life يعني هالة لديها حياة ايه طيب حياة ايه هنعرف منين تعالوا نكمل she goes to school هي تذهب إلى المدرسة and studies hard all time وبتدلس بجد طول الوقت يبقى زي ما احنا فهمنا عندها حياة مشغولة حياة مشغولة كلمة مشغول يعني busy السؤال السادس her father والدها and mother ووالدتها are alive يعني يكونوا حيين so ولذلك she isn't هي لا تكون an orphan orphan يعني يتيم الشخص اللي بابا وممته عايشين ما بيبقاش يتيم الشخص اليتيم هو اللي ممته وبابا متوفين بيبقى اسمه orphan هي لا تكون يتيمة السؤال السابع all sportsmen كل رجال للرياضة dream بيحلموا of going to the ايه بيحلموا بالذهاب لأيه بيحلموا بالذهاب للأولمبيات الأولمبيات اللي هي olympics السؤال الثامن playing chess يعني لعب الشطرنج is one of my favorite واحدة من ايه المفضلين لدي hobbies hobbie يعني هواية يبقى one of my favorite hobbies واحدة من هواياتي المفضلة السؤال التاسع does she watch tv هل هي تشاهد التلفزيون no she doesn't لما يبقى عن جينو اعمل استخدم النفي بتاع does يبقى no she doesn't لو ياس يبقى ياس شي does لكن هنا عن جينو يبقى no she doesn't السؤال العاشر sarah always صار دائما ايه nice stories in the library يعني قصص لطيفة في المكتبة طيب هنا عنج كل الافعال يقرأ بس خد بالك مع هي وشي وات والاسم المفرط في المضارع البسيط لازم احط الفعل s يبقى الاختيار الصحيح هنا sarah always reads nice stories قصص لطيفة او قصص جميلة في المكتبة طيب ندخل بعد كده على السؤال اللي بعده ده متعلق بالجرامر بيقول read and correct the underlined words يعني اقرأ وصح هالكلمات اللي تحت خط كل جملة بقى فيه كلمة تحت خط الكلمة دي بنغيرها لان هي بتبقى غلط تمام بنكتب الكلمة الصحيحة we respect hers teachers يعني احنا بنحترم نقط مدرسين طيب خد بالك هنا عنج كلمة teachers هنا انا محتاج كلمة تبع الملكية تكون بتيجي قبل الاسم مين الملكية اللي بيجو قبل الاسم اللي هما صفات الملكية طيب صفات الملكية اللي هما ما وهيز وهر و او و او او و او و و او طيب هنا عايزة اقول احنا بنحترم احنا بنحترم ايه مدرسنا مدرسنا احنا يبقى حاجة بتاعتنا احنا يبقى او يبقى we respect our teachers احنا بنحترم مدرسنا السؤال الثاني does you have a new bag طيب هنا عايزة اقول هل انت تملك شنطة جديدة you ما تجيش معها does تيجي معها do do بتيجي مع i you we they هنا you يبقى تاخد do اما does بتيجي مع هي و she و it والاسم المفرد السؤال الثالث سليم doesn't play tennis after school خد بالك بعد don't doesn't النفي بنحط على طول الفعل في المصدر يبقى سليم doesn't play tennis السؤال الرابع حبيبة it's a healthy food حبيبة بتاكل طعم صحي سو ولذلك so that لكي she can stay strong بعد كان بنحط الفعل في المصدر بعد كان وكانت بنحط الفعل في strong لكي تبقى قوية عندي بعد كده بروغراف عن afemus gymnast ده هتلاقيه مع فيديو البروغرافات هعمل لكم فيديوهات عن كل البروغرافات الموجودة في المنهج عشان كده لازم تعمل subscribe في القناة علشان لما نزل فيديو يوصل لك كده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا هتمنى تكون استفدتوا واستمتعتوا بتنساش اللايك بتاعك الجميل وال subscribe في القناة عشان لما نزل زي ما قلت فيديوهات وصل لك على طول هشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام